تحت رعاية معادل فريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة افتتح المتدى العلمي الأول المشترك حول الأبحاث السريرية والذي انطلق صباح اليوم تحت شعار بناء القدرات وتشجيع السلوك المسؤول للأبحاث السريرية وقد أكد معاليه في كلمة ألقاها خلال الافتتاح أن المجلس يدعم هذا النوع من البحوث التي تهدف إلى النهوض بالخدمات الصحية وتساهم في توفير علاجات جديدة للمرضى ضمن معايير أخلاقيات ملزمة ومن خلال تنفيذ لوائح طبية مبنية على أسس صلبة تضمن حقوق المريض والباحث وأكد معاليه أن القانون رقم 28 سنة 2009 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمة الصحية حدد مهام الهيئة بالموافقة على إجراء التجارب السريرية وعلى ضوءه تم إنشاء لجنة البحوث السريرية التي ضمت أكاديميين وباحثين وكلفت بمراجعة ورفع التوصيات بشأن كافة البحوث السريرية المعروضة على الهيئة موضحا أن العمل في مجال البحوث والتجارب السريرية في تقدم سريع خصوصا في مجال استخدام الخلايا الجذعية الذي يعتبر في حد ذاته تحدي لتطلب اتباع لوائح مشددة تضمن الالتزام بأخلاقيات البحوث وضمن الأطر الشرعية مؤكدا أن إقامة هذا المنتدى جاء لمشاركة الباحثين والأكاديميين لوضع لوائحة والمعايير الخاصة بلجان البحوث من جانبها أكلت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلهمة أن إقامة المنتدى تهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال مراقبة البحوث الإكلينيكية والخروج بلائحة تتضمن المعايير التي تحكم وعمل لجان أخلاقيات البحث العلمي في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة هذا وأكد رئيس جامعة الخليج الدكتور خالد عهلي أن هذا المنتدى سوف يساهم في وضع القطاع الصحي في مملكة البحرين على مسار التوجه الحديث بهدف توفير علاج ورعاية صحية فاعلة تقوم على خصائص البيئة والخلفية الجينية لمجتمع البحرين ترجمة نانسي قنقر